الوحدة الخامسة قسم العلوم الإدارية والإنسانية مقاياس النزعة المركزية مقياس النزعة المركزية هو القيمة التي تتمركز حولها معظم البيانات أو القيمة التي تتوسط البيانات وبالتالي فهي تمثل المجتمع أكثر من غيرها من القيم وتكمن أهمية مقايس النزعة المركزية لقدرتها على إعطاء فكرة عامة وسهلة وواضحة عن قيم الظاهرة محل الدراسة تنقسم هذه المقاييس إلى مقاييس كمية مثل الوسط الحسابي الوسط الهندسي الوسط التوافقي مقاييس موضعية مثل الوسيط الربعيات مقاييس تكرارية مثل المنوال